الحمد لله يعني اليوم يعني بعد انتظار طاويل نسبياً يعني لأنني يعني دائبت دائماً على المشاركة في الجائزة وفقنا الله اليوم باش نكونوا من بالمتواجين يعني في فئة الصحافة المكتوبة الجائزة يعني الأهمية ديالها يعني باشي الأهمية المادية ولكن يعني الأهمية ديالها المعنوية لأن يعني باش تحط اسمك في تجيل فائزين بالجائزة هذا يعني لا يتأتى لأي أحد طبعاً يعني شاركت بموضوع يعني عنده علاقة بزلزال الحوز موضوع ميداني يعني مشينا العين المكان سمعنا الناس طنتنا ليهم شاركناهم الأحزان ديالهم شفنا الضحكت ديالهم إلى غير ذلك وهذا وجينا روينا القصة نشفناها على مدار يومين يعني وكانت تحمل يعني آهات الناجين من زلزال من الزلزال المضمر والحمد لله يعني قناع اللجنة تحكيم يعني وقررت من نحل الجائزة لصحيفة الأيام من خلالي وهذه تاني مرة على التوالي يعني الأيام تتوز مجائزة وهذا فخر لنا كتير وفخر يعني الجميع العاملين في هذه المؤسسة شكرا علي الكبشة رئيس تحرير بإذاعة العيون سعيد جدا بهذا التتويج وسعادتي أكبر أن يكون التتويج الأول للمؤسسة التي أنتمي لها على بعد أيام قليلة من تخليط ذكرها التأسيسية الخمسين باعتبارها استمرار الإذاعة الصوت التحرير والوحدة التي أحدثها الراحل الحسن الثاني من منطقة الطرفاية عام 1974 ففي ذكرها الخمسينية أنا أهديها هذه الجائزة وأهديها لكل الأرواح التي أسست لما نحن عليه اليوم اللجنة ديالتحكيم أو التكوين ديالها كان نوعا ما متكامل كانوا أخوات وإخوان من الصحفة المختوبة العربية والفرنسية من الصحفة الإلكترونية من الإداعة من التلفزة واللجنة قدرت طريقة العمل أنه عملنا نوع من جدول للتقييم ديال الأعمال وكان نوعا ما نقاش كبير حول الجوائز لأنه بعد مرات كنا نضطروا بش نعطوا مناصفة لأن الأعمال كلها كانت ممتازة وكانت جيدة كذلك دقات مواضيع موضوع إنجاز للفريق المغربي في قطر وكذلك كانوا مواضيع التي تهم إما المجتمع إما مواضيع استعادية واللجنة واللجنة جمعت أكثر من ثلاثة ديال المرات وحقا أنه بان بأن العمل الصحفي في المغرب تتطور لأنه كانوا وسائل تقنية استعملوا لدغون بعض الحالات كذلك كانوا تحقيقات اللي كانت جد مهنية وكانت يبان بأنه بعض الصحفيين قاموا بعمل زعم مجود شخصي باش يوصلوا الفكرة